السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة فيديو جديد وحلقة جديدة مختلفة جدا لان المعلومات اللي هقولها لك مش هتلاقي اي حد تاني هيقولها هنتكلم النهاردة عن موقع بيهانس الغنة عن التعريف وهنعرف ايه هي اهم الحاجات اللي لازم نعملها واحنا بننزل البروشيكت عشان نجيب مشاهدات وعشان نعلي الريتش بتاع الاكاونت كمان هقولك ايه هي اشهر الغلطات اللي الناس بتبعها فيها وكمان هقولك ايه هي البروشيس اللي العميل بيتباه عشان يجيب جرافيك ديزاينر يشتغل للبيزنس بتاعه خلينا اقولك ان موقع بيهانس موقع مهم جدا لازم تهتم به وهو من اكبر الحاجات اللي انا بشكل شخصي باعتمد عليها في ان انا اترجد بها عمله واجيب بها الشغل وافتكر زمان ان البيهانس مكنش بالانتشار اللي موجود فيه دلوقتي لان دلوقتي اغلب الشركات واغلب العمله موجودين عليه البرتفوليو بتاعك بيحدد هل انت متخصص في حاجة معينة ولا بتاع كله يعني انت راجل بتعمل فيجوالز بس ولا بتعمل فيجوالز وموشن وإلستريشن وانيميشن وطبعا مش محتاج اقولك ان التخصص مهم جدا والتنوع جوا التخصص اهم يعني لو انت راجل بتعمل فيجوالز ففكرة ان انت تكون اشتغلت على مجالات كتير واشتغلت على بريفات كتير ده هيبقى حلو جدا لان انا كعميل لما ادخل اشوف البرتفوليو بتاعك وقالقيك عامل بروشيكت في نفس المجال بتاعي فده بيسهل عليا كتير جدا وهتبقى قطعت نص الشوت في ان انت تقفد الدين وتقنعه بشغلك وعايز اقولك حاجة مهمة جدا ان البرتفوليو بتاعك هو اللي بيحدد عميلك يعني انت لو شغلك كواليتي كلاس ايه فالعميل اللي هيجيلك خلاص هيبقى كلاس ايه برده وان انت عايز تستهدف شركة غير ان انت عايز تستهدف كلاينت بشكل دايركت لان مثلا مفيش حد صاحب بنك هيجي يتواصل معك تمسك له الاكاونت ولا حد صاحب شركة اتصالات ولا حد صاحب معرض عربيات كبيرة لان دول في الاغلب بيتعاقدوا مع شركات فلو انت عايز تستهدف شركة البرتفوليو بتاعك يبقى فيه اتصالات يبقى فيه بنوك يبقى فيه معارضة عربيات كبيرة غير لو انت عايز تستهدف عميل بشكل دايركت ففيه مجالات كتير اوي فيه كافيهات مطاعم العيادات او المجال الطبي المجال التعليمي الكوزماتيكس الموبايل اب وغيره كتير حاجات موجودة ففي الفيديو دا ان شاء الله هقولك ازاي وصلت 700 الف مشاهدة اكتر من 15 الفولورز الاكاونت بتاعي من اعلى 10 اكاونتات على البيهانس بشكل عام في مصر في الحقيقة انا مش جاي اقولك موقع هزود لك الفولورز ولا هزود لك المتابعين انا هقولك تقربت الشخصية وايه الحاجات اللي انا عملتها على مدار السنين اللي فاتت وصلتنا لده ومش عايزك تتعقد الموضوع بسيط خالص هي مسألة وقت وشوية تركات هقولك عليها لو عملتها هضمن لك ان انت هتوصل لريتش كويس فمن غير ما نطول في المقدمة يلا بينا نبدأ هقسم الموضوع عندي لشقين او حاجتين هتكلم فيهم اول جزء الجزء البرسونال وده الجزء المتعلق بالمعلومات الشخصية بتاعتك تاني جزء وهو خاص بالبروجيتس او المشاريع اللي انت هتنزلها عندك في البرتوفول اول حاجة خليني ابدأ بالبرسونال فاول حاجة عندي صورة البروفايل صورة البروفايل دي اول حاجة بتعبر عنك يعني لازم تبقى صورة بروفيشنال لازم تبقى صورة فورمل حاجة كده تحسسني انك فنان انا داخل اشوف معرض اعمالك فحسسني انك فنان يا اخي ابهرني ما تحط ليس صورة سيلفي ولا صورة في الشارع ولا صورة مع اصحابك لان احنا مش على الانستجرام ولا على التيك توك احنا في بلاد فورم خاص بالبرتوفوليو والاعمال والشغل فطبيعي للصورة بتاعتك تبقى احترافية ولو جيت شفت الاكاونتات البروفيشنال كلها هتلاقي انه مستحيل تلاقي اكاونت كبير حاطط صورة مثلا سيلفي او مصور مع اصحابه او حاطط صورة في اي حتة هتلاقي ان الصور احترافية ولو ما عندكش صورة احترافية حط صورة لوجو ليك يعني لو ما عندكش لوجو كاريت اي لوجو وحط حاجة بس تبقى شكلها فورمل شوية تاني حاجة صورة الكافر فكرة ان انا شفت صورة البروفايل فدخلت على الاكاونت فعايز بقى ادخل على الكافر الكافر هي اول حاجة بتعبر عنك يعني انا لو دخلت الاكاونت خلاص انت كده حققت اول استيب طيب انا بقى شفت الكافر لقيت ان الكافر في تصممات اه اتراكتف عجبيتني فهبدأ ان انا اقعد في الاكاونت فلو قدرت ان تخلي ان الدخل على الاكاونت عمل ده خلاص انت كده حققت النجاح فيبدأ ان هو يبعث لك المسجج فتهتم جدا بصورة الكافر حط فيها افضل مشهرية عندك الحاجة اللي بعد كده وهي السوشيال ميديا خلي دايما في الاكاونت بتاعك حط السوشيال ميديا ليه بقى لان اي حد هيحب ان هو يتعامل معك هيدخل على السوشيال ميديا ياخد لف فهو مش هقولك بقى ان هو يحكم على شغلك بتشايرها والكلام ده لا بس انت لما في الحياة عم ماتا اي حد بسألك عن حد بتدخل على السوشيال ميديا بتاعك وبتشوف بتاخد انطباع عنه وبتشوف فخلي دايما السوشيال ميديا عندك من باب المصداقية وان انت واصلك في نفسك لان طب ما يمتضط على البيهانس دي انت سريع فلما يدخل على السوشيال ميديا لايك كونت الانستجرام لايك في شغل في ريلز يخش على الفيسبوك يلاقيك بتنزل شغل في سبيد ارت في بفوران افتر في كواليز تصوير بتاعه فده هيعكس مستقلية كبيرة جدا للعميل او الشركة اللي داخلت ابعت لك الورك اكسيبيريانس مهمة جدا برضو ان انت تحط الاماكن اللي انت اشتغلت فيها ما تسيبهاش فاضية لان ده بيقول للعميل ان انت حد اشتغلت قبل كده فمش هتجرب فيه مش هتبدأ مع الاول مرة لا ده اشتغل مع شركة كذا وكذا وكذا اشتغل في دولة كذا وكذا وكذا فكل ده برضو بدي مصدقية للعميل ان ياخد قرار انه يبعث لك ميسج الكونتكت وبينات التواصل بتاعتك لازم تبقى حاطتها وموفرها بشكل واضح لان العميل لما يحب ان هو يبعث لك ميسج يبعث لك ميسج على البيهانس فهيستنى مثلا يوم او يومين على ما انت ترد بعد تلو ردت عليه فهو قعد تلات اربع ايام لان برضو الكلاينت ما بيبقاش اكتب على البيهانس زي المصمم يعني هو بيدخل بس يشوف حد وخلاص فمش اكتب فممكن يقعد تلات اربع ايام على ما يبعث لك ميسج فتلاقى مثلا عدى اسبوع عشر ايام وبيبقى فيه اوقات فيه بورجيكتات مستعجلة فطبيعي تسهل على العميل انه يقدر يتواصل معك سواء من خلال الميل او من خلال الواتسف الجزء ده كان جزء خاص بالحاجات الشخصية فلما تدخل على الاكاونت زي ما قلنا صورة البروفيل بتاعتك تكتب انت شغال ايه ضروري برضو تقول انت شغال ايه سواء جرافيك ديزاينر مصور حط المسامة الوظيفي بتاعك بعد كده ممكن تحط الشركة اللي انت شغال فيها لو شغال فريلانس خليها فريلانس عادي بعد كده تحط الدولة وتحط هنا لينك الويبسايت بتاعك او البروفوليو بتاعك بس انا حاطت لينك قناة اليوتيوب عشان فيه ناس كتير بتسألني ده تعمل ازاي فيبقى جزء تعليمي وزي ما قلنا بعد كده عندك السوشيال ميديا بتاعتك ايه الورك اكسيبيريانس فيه لينكات هنا ان انت لما تضغط على كونتاكت كده يحولك على لينك تري ففيه كل السوشيال ميديا بقى وكل الكونتاكت بتاعتي عندك لينك دي اين برضو مهم ان انت تحطه والسي في بتاعي تضغط عليه هنا تحطه فانا كده موفر له كل حاجة بعد كده اباوت بسيط عندك انت شغال بقى لك كم سنة بتعمل ايه الحاجات اللي انت عارفها بعد كده الكونتاكت بتاعتك يقدر ازاي يتواصل معاك فانا حطت هنا واتساب وحطت الميل او من خلال البيهانس مستش بعد كده السوفت وير سكيلز او البرامج اللي انت بتشتغل عليه فده الجزء الخاص بالمعلومات الشخصية عنه وده ما بيبقاش related اكتر بالريدش بتاع البروجيكتات على قد ما هو بيبعكس احترافيتك لما هو بقى يدخل او لما ايت شقار يدخل على الاكاونتا عندك الجزء الخاص بعد كده وجوه جزء خاص بالمشاريع اللي بتنزلها اول حاجة البرزنتيشن اهمية البرزنتيشن ما تقلش حاجة عن اهمية التصميمات اللي انت عامل وفيه ناس كتير جدا مش في الجرافيك ديزين بس ممكن تبقى عاملة فكرة ضعيفة ولكن بطريقة عرضها واسلوبها في عرض الفكرة تقدر تباعها بمبالغ كبير فالعرض او البرزنتيشن مهم جدا ما تعملش مثلا البرزنتي بتاعك 3 اربع تصميمات فخلاصا هرفع 3 اربع تصميمات وقوم جاي رفع ده غلط جدا حط اعمل لو بتعف تعمل موشن اعمل مثلا موشن بسيط اكتب اباوت بسيط عن البروجيكت اللي انت شغال عليه او البراند اللي شغال عليه حط حاجات متحركة حط مثلا ابدأ بقى حط التصميمات بتاعتك لو فيه مثلا صور او فوت شوت حطها فيه ستوكات انت استخدمتها حطها البرزنتيشن فيه حاجات كتير او ممكن ان انت تقدر تتابعها لو عملت سكتشات اعمل حط السكتشات لو فيه مود بورد حطها فيه كونس بتحطه يعني شوف هتلاقي مثلا هنا انا حطيت المود بورد بتاعتي ان انا خلاص استخدمت او المود بورد بتاع التصميم عندي كان جاي من الصورتين دول هتلاقيني مثلا حطيت شوتات كولوس كده للحاجات اللي انا عايز اعمل عليها فوكس او الحاجات اللي فيها تفاصيل عندي حطيت مثلا الصورة بورد وقابل حطيت سامبلز من الستوك امج اللي انا استخدمتها بعد كده مهم جدا برضو تحط موكبس لانها بتبين الشغلة هيبقى عامل ازاي بعد التنفيذ فالبرزنتيشن لازم ان انت تهتمي به واااااااااااااااااااااااا احمد البحقيري كان عامل علي القناة اورنج سكوير فيديو ساعاتين بيعرفك ازاي تعمل البرزنتيشن حقيقي فيديو حلو جدا هسيبux اللي لنك بتاعه فوصف فيديو تقدرون انتو تشوفوه related اكتر بموضوع the presentation ده والان انت ازاي تعمل presentation احترافي بنجي للجزء اللي بعدت كده وهو خاص بالcover او هالسمنيل بلاقي كتير قوي بروجيكت حاطتلي صورة سودة وكاتبلي سوشيال ميدر نعم بقى هدخل ليه يعني انا هدخل ليه وانت حاطتلي صورة سودة ما هو احنا احنا مش في حداد مثلا حطيلي احسن صورة في البروجيكت جوة حطها لكوفر بس الموضوع بسيط ويخلازم الصورة تبقى كلير واضحة مفيش فيها داتة كتير يعني لو خدت بالك عندي هتلاقيني بجيب احسن صورة من البروجيكت بحطها الا مثلا لو حاجات فيها حاجات كتير بس برضو الدنيا بتبقى هادية الدنيا ما بتبقى الزحمة بص مثلا الاكاونت ده صورة الكفر اكبر حاجة بتخليني اكرر هدخل اشوف البروجيكت ولا لا شوف مثلا هنا الصورة الوحيدة اصلا ملفتة يعني ملفتة جدا ان انت تدخل تشوف تفاصيل البروجيكت عاملة ازاي تعالا مثلا نشوف الاكاونت التاني ده بص برضو هتلاقيها حاطت صورة بسيطة جدا ما فيش تيكست الدنيا واضحة الدنيا هادية ملفتة ان انت تدخل تشوف البروجيكت فهتلاقي اغلب الاكاونتات برضو العالية او اللي محقاها فيوز عالية او الاكاونتات المشهورة بتعمل كده ان هي بتحط صورة بسيطة خالص من الكفر فما تحط لي الصورة صودة تكتب لي عليها سوشيال ميديا ما تحط ليش صورة مش واضحة او تحط لي جريديانت وتكتب لي عليها سوشيال ميديا الجزء الاول سوشيال ميديا الجزء التاني ما تعملش كده لان ده مش هيخلييني ادخل اشوف البروجيكت لان ما تشددش لاي حاجة تخليني ادخل ان انا اشوف البروجيكت الحاجة اللي بعد كده اسم البروجيكت ودي برضو حاجة مهمة جدا اسم البروجيكت لازم يبقى حاجة جنرال حاجة عامة يعني انت مثلا عملت لزيت عربيات اسمه المتميز عندك مثلا اكاونت او عامل اسمه المتميز بتاع زيت عربيات وعملت له مجموعة تصميمات سوشيال ميديا ما تديش بقى في اسم البروجيكت قوم كاتب لي المتميز سوشيال ميديا لا انا هسيرش منين عن المتميز ده يعني هيجي في بالي اصلا المتميز ده منين اكتب لي اسم المجال بشكل عام هو بتاع زيت عربيات يبقى تكتب لي زي مثلا ما انا بكتب هنا هتلاقيين هنا كاتب تلكم تلكم هو بقى الكلينت اسمه سوداني انا مش كاتب سودان انا كاتب تلكم بشكل عام هتلاقيين هنا كاتب كوفي كامبين كامبين اهو هنا مثلا كاتب كامبين للادوات المنزلية هنا كاتب جولف مش حاطط اسم العميلي هنا كاتب ريل استيت لان الحاجات دي لما تكتبها مع تزبطها مع الهاشتاجات ده بيزود احتمالية ان انت تظهر في السيرش بشكل كبير جيب تبقى للحاجة الاخيرة هي الهاشتاجات الهاشتاجات ضروري جدا تحطها لان في ناس بتكسل انها تحط الهاشتاجات او في ناس حتى ما تعرفش اهمية الموضوع ده فضروري ان انت تحط الهاشتاجات او دخلت على اي مشروع مثلا عندي هنا وليكن التلكوم ده ونزلت تحت خالص هتلاقيني هنا مثلا في بتاعة الكوفي هتلاقيني كاتب كوفي كامبان تيكاوي درايف ثرو دليفري فيجواليزيشن فيجوال ديزاين طيب انت بقى عملت برويجيكت ومش عارف تجيب الكيووردز بتاع البروجيكت هتعمل ايه انا مثلا هدخل على السرش هنا انا عملت حاجة related بالقهو فهدخل على هكتب مثلا كوفي سوشيال ميديا حلو وهاجي هنا الركومنديشن دي هخليها most viewed والزيسويك هخليها all time فانا وهاختار من الكرياتي فيلد هخليه الادفرتيزيج وهاجي هنا وهقوم ضغط انتر فهو هنا هيجيب لك اعلى تصميمات سوشيال ميديا جابت view هتدخل بتاعدي وهتبدأ تنزل تحت هتلاقي الهاشتاجات موجودة في البروجيكت هتبدأ مثلا تاخد اعلى 3 اربع تصميمات 3 اربع برويجيكتات محققين views وتاخد الكيورد بتاعتهم تبدأ ان انت تحطه ودي حاجة مهمة جدا في موضوع السيرش في الناس كتير ما تعرفهاش ان انت لما تيجي تعمل تغذية بصرية او عايز تعمل عن برويجيكت معين انا مثلا عايز حاجة بالكار سيرفز مثلا فالاوبشنين دول لازم تعملهم هو بيجيب لك هنا حاجات ريكمنديشن حاجات لسه نزل ما بتبقاش احسن حاجة هتلاقيها جايبة view قليل فتخلي ده most view وتخلي دي قول طايم وهم من الكرياتف فيلد تختاري الحاجة اللي انت بتدور عنه ادبرتايزي من جي مسلا وتقوم هنا جاي هنا وضغط انتر فهو كده هيعمل لك السيرش هتلاقي ان اغلب المشاريع اللي موجودة جايبة على view هاي طيب خلصنا احنا بقى زبطنا الحاجات دي كلها بعد كده مرحلة البابلشنج ان انت بقى عايز تنزل البروجيكت بتاعك بتقوم انت زي الشاطر عملت بروجيكت اربع خمس تصميمات جايب اللي اربع خمس تصميمات بنزلهم عندك على الفيز لمشاهدة البروجيكت كامل وحطت لينك البيهنز ما هو ده البروجيكت الكامل يعني اللي انت نزلته ده البروجيكت الكامل هدخل ايه هدخل اشوف البرزنتيشن لا حطيلي افضل حاجة عندك حطيلي فيديو بفورا افطر حطيلي جايف حطيلي سبيد ارت حطيلي حاجة تكبرني ان انا ادخل من حمايسي وان انا عايز اشوف يا طرد عمل ايه ادخل اشوف البروجيكت فما تغلطش الغلطة دي ان انت تنزل الصور بتاعتك كلها على الفيس او على الجروبات او على لينك دقين وتكتب لمشاهدة البروجيكت كامل لا خلي دي افضل الاعمال عندك وحطها البروجيكت بتاعك طيب انا كده بعد ما قلتلك اهم الحاجات اللي لازم تعملها وانت بتنزل المشروع بتاعك في بيهنز تعال بقى اقول لك الكلاينت بيعمل ايه عشان يجيب جرافيك ديزاينر للبروجيكت بتاعه بص يا سيد الكلاينت عشان يجيبك بيجيبك عن طريق حاجتين وعايز اقول لك ان الكلام ده عن تجربة ان كان فيه كلاينت داخل كلمني وخلاص بقى انا صحاب وبقت علاقتنا كويسة جدا فقلت له انت وصلتلي ازاي فبدأ بيقول لانا جبتك من العالة البيانز قلت له طب جبتني ازاي من العالة البيانز يعني فالعمل هيوصل لك من خلال حاجتين ممكن يوصل لك من خلال المجال بتاعه يعني هو لو بتاع عربيات فيصيرش على العربيات ويوصل لك او يوصل لك من خلال المجال بشكل عام يعني ايه الكلام ده يعني بص الكلينت بقى بيقوم جاي داخل على بيقوم بتفتح بيانز عادي جدا تمام داخل على السيرش هنا كاتب بيبل ضغط على بيبل دي انا لما ضغط على بيبل هو هنا جاب لي اعلى اكاونتات موجودة في البيانز اللي عمل لها هايرنج وكمان شو طب بتاع كده نشوف ونخلي دي قول طايم دي كده اعلى ناس موجودة على البيانز عشرين مليون فيو عشرة مليون فيو تمانية مليون فيو فالعمل بيقوم بقى جاي عامل ايه العامل بيقوم جاي على لوكيجا تمام ومختار من هنا ايجيبت وطبعا الناس اللي بتشغل دماغها وبتقوم جاية تبقى في مصر وعمل اللوكيشن السعودية عشان يعني السعودية فيها شغلة والدنيا دايرة هناك دلوقتي انت كده بتسوح نفس لان اغلب الخليج بيدور على المصريين طبعا ما احترامنا لكل الدول بس احنا عارفين هما ليه بيختاره المصريين لا اسباب كتير فخلي دايما اللوكيشن اللي موجود عندك بتاع بلدك هو لما بيجي يختار ايجيبت ويخلي دي مست فيود وقل طايم هو كده من الاخر جاب التوبات اللي موجودين في مصر هتلاقي هنا اغلب الناس المشهور فلما ايجي كمان هتلاقي بقى في ناس براندنج وناس بتصور فهو لما يختار الادفيرتايزنج هو مثلا عايز حد في الادفيرتايزنج مش محتاج هنا حد براندنج ولا حد مصور فيجيب له هنا اعلى ناس موجودة في الادفيرتايزنج هنا مثلا هتلاقي العبد لله هو خامس واحد طيب انت بقى شطرتك ان انت تطلع للسيرش ده يعني كلما طلقت للسيرش فوق وبقيت من الناس الاولى او من الصفحات الاولى فده زود ان انت فرصتك ان انت يجيلك شغل وبالمناسبة عشان ابينلك بس اهمية بهانس في ان انت يجيلك شغل لو جينا بصينا هنا على المسجات اللي عندي وانا مش بوريلك المسجات كده عشان ابينلك ان انا حد جامد او حاجة انا بس بعرفك اهمية بهانس في ان انت يجيلك شغل هتلاقي عندي هنا 610 مسج 610 مسج دول لو انا قفلت منهم 100 برويجكت وحفظت على العشرين كلينت منهم شوف النسبة قليلة جدا بس يعني انا بقولك اضعف الايمان فانت كده غلاص يعني انت كده برينس فاللي انت لازم تعمله ان انت تهتم بالبهانس جدا لان زي ما قلتلك هو من اكتر الحاجات اللي بتجيب لك شغل طيب العميل كده جابك من خلال الادفورتايزم حلو ممكن بقى يجيبك تاني ازاي هنفتح بهانس عادي هيجي بقى زي ما قلتلك هو عميل مثلا بتاع عنده مثلا محل هدوم او محل فاشون او براند فاشون او ايا كان فهيكتب فاشون وهيجي يختار البلد اللي هو عايز يجيب منها الديزاين هخلينا مثلا ايجيبت هيقوم جاي مختار وزي سويك برضو هيخليها قل طيب هنضغط هنا انتر هيبدأ يجيب لي اختاره برضو نضغط هنا انتر هيبدأ يجيب لي اعلى بورجكتات ما حققه فاشون في المجال ده هتلاقي مسلا لقى الاكاونت ده او لقيت بقى الكوفر عجبني بص هو هجيبك منين لقى الكوفر عجبني طب انت لو حاطتلي خلفية سودا وكتيب لي فاشون كامبين مشدتنيش مش هيدخل قللت احتمالية ان هو هيدخل على الاكاونت بتاعك فانا هنا عجبني الفاشون الفاشون كامبين دي فهدخل والله هشوف البروجكت ده اعجبني مثلا البروجكت ده عجبني هدخل هقول طب ادخل بقى اشوف مني الديزاينر ده فاخش الاقي شغله كويس اقوم داخل بعيت الامسج هي ماشية كده والبروجكت بتمشي كده صدقني فانا يعني ان تحصل والحاجات دي كلها لو انت فعلا اهتمت بها وعملتها زي ما قلتلك اضمن لك ان يجي لك شغل عن طريق البيهانس وان الريدش بتاعك يزيد وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكون استفدت وما تستخسرش فيه الاشتراك في القناة واللايك وتقول لي رايك في الكومنتات ولو عندك مفاوزة معينة ياريت تقولها لي وما تنساش تدخل في جروب التليجرام علشان بنزل فيه مسابقات وبنزل فيه لينكات وستوكات باستمرار واشوفكم في فيديوهات جاية سلام